مدد في استراحة تأخذنا إلى حدود الواحدة والنصف الصباح الموعد استئناف صلوات القيام في جزءها الرابع رفتها الإمام عبد الله الدم تأخذنا إلى حدود الثالثة إلى ربع صباح الموعد اختتام الليلة في جزءها الخامس في صلوات القيامات دعاء رفتها إمام أنس كمان ومرحباً بالجميع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سهاتا واجعلنا الليل نباسا واجعلنا النهار معاشا وابنينا فوقكم سبعا شذابا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤصرات ماء تجاجا لنخرج به حجبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاطا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفوادا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت ثرابا إن جهنم كانت مرصابا للطاقين مهابا لا بثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برضا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءه وفاقا الله أكبر سمع الله الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الطين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم وعير المغضوب عليهم ولا ضالين إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز الحبائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات ونرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطول روح والممائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر البرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر